كان الهدف الهول هو تأهل نهاية كأس العالم وحققناه ثم الوصول المباراة النهائية طبعا بما أننا متوجدين في المباراة النهائية فالشيء طبيعي أنه الطوح هو الفوز بالكأس علما أنها تكون مباراة قوية أمام منتخب قوي محترم ولذلك إن شاء الله إحنا ألاء تم الاستعداد أننا نقدم مرة أخرى مباراة في المستوى مباراة كبيرة إن شاء الله أصحبنا على فعل افرحه أمام من الأشخاص إحناinden من الأشخاص الإحنام من الوصول الملادين إن شاء الله أكبر من الأشخاص سنغال تحاصل مباراة لأننا نعرفين بلا أفرحه في المسافين في سنغال تحاصل مباراة شخص مباراة نحن يحن يقعون، تحاصل مجدعي ستكون لدينا التالي لفضل هذه الطاقة مع كل الناس لدينا لحظة لدفع لسنغال سنجال لسنجاح لدينانا نحن نحن في حالة ويقدر منذ دفع لحالة سنرى بشكل نفسه دماءً لنحن سأخبرنا لنبدأ لفعل كل شيء من جيد لحظة لحظة لدفع للمشاركات من المتحدة الأنساء أعادت أننا سنجاحاً فريق قوي على مستوى الهجوم اللي هو الفريق السنغالي وفريق المغربي اللي أبان على صلبة دفاعية من ناحية الجماعية هو تتساءل على هذا النوع من المواجهات في يوم الغد ونحن طبعا نحن معناش اوبسيون بحدة عندنا إمكانيات أننا نصنع اللاعب بينها على مدار بطولة في مباريات مختلفة طبعا لكن عندنا هذه القدرة على التأقلب مع الخصم وإعطاء الاحترام اللازم للخصم طبعا نحاوله أكيد إيقاف القوة دير سنغال لكن دون تفريط إمكانيات دنيا نفس صناعة اللاعب صناعة الخطر أيضا وتمنوا أننا نكونوا موفقين في ترجمة الفرص اللي غتاح لأنها عمليات الترجمة وأنك تكون فعال يمكن يكون شيء مؤثر في المباراة طبعا بالنسبة لمواجهات السابقة في المباراة الودية فأكيد أنها عطت فكرة لكل فريق على الآخر طبعا تطلب يعني ارتسامات حول الاستقبال والتنظيم طبعا تنظيم في شكل جيد جدا على مستوى المنشآت على مستوى التنظيم واللوجيستيكي خارج أرضية الملعب طبعا ما كانش ميساج مختلف للشعب الجزائري كثير من الخطابات التي كانت عفوية في ندوات سابقة لأن الشعبين تتجمعهم أشياء أعمق من كرة القذام وأعمق من أي تراهات أخرى وتتجسد في العفوية في الشارع المغربية في الشارع الجزائري وتطرق العفوية مع أشياء المغربية ومعرفة زمنين أنها كانت دائمة وتعامل ومعرفة تحديات وتعامل وترمين لذلك الفيارات بيجاء لقيقاب وقالإنشاء كانت لدينا إنشاء الله إنشاء الله في العدد الكثير من العالم ويجب أن يكون أكثر من الممكن لتساعد هذه الأكيب السنغاليسة التي تحتاج أيضاً. لكن لا يوجد خطابات تحفيزية أكثر من الممكن لأنهم لا يحتاجون أن نفعل خطابات طويلة خاصة بالمباراة. نحسو بهم أن نستعد. منتخب السنغال ومنتخب المغربي يعرفون بعضهم. يعني المعلومات متوفرة لا يوجد هناك أسرار. ولكن في الندوات الصحفية مستعب أن ندخل في التفاصيل الأخرى لأن المواجهات تستدعي أن النوايا تبقى داخلية. قمت بتحفيزية أصادي ويجبون رضاً بمثالة قليلة أخرى. بينما نحن تحوي فيها وتمتع في الجميلة. نحن لا يوجد أن نشرت أكثر من المثال. نحن تنوى الصحفية مستقبلة. نحن موجودين لأن نتبقى فيهم. إذا نحن تفرجناهم بـ إذا نشرت أيضاً بما يبدو أن هذا الصحف الصحف. وان شاء الله نرى اللعب والله اللعب والله وان شاء الله لا تنسى من هذا